المجلس بعد مراجع كل المناهج اللي استخدمها المستشار المالي المستقل وافق على ان القيمة العادلة اللي وصل لها اللي هي حوالي 23 جنيه انها هي تمثل قيمة عادلة ومحايدة للسهم في الوقت الحال يعني فرق 7 جنيه اكتر من السعر المعروض في عرض الشرع الاختياري اللي حضرتك بتتكلم عليه فده كان اهم حاجة في مجلس الادارة النظر فيه ايضا لانه العرض قال زي ما بتقول يعني حاجة مخالفة للمتعارف عليه في عروض الشرع انه التحالف اللي داخل يشتري نسبة 20% يعني مش بيشتري الشارك القاسهم كلها مش بيشتري 100% مش بيشتري حتى 51% بيشتري 20% وبيقول انا عايزكم بعد لما انا اشتري 20% فيه بلتون عندها 2% انا عايزكم تشتروا بلتون وحاجتين بقى هنا مهمين مش تشتروا بلتون اللي اتنين اللي داخلين في عرض الشرع اللي هي بلتون القبضة وبلتون المالية لأ تشتروا لأ تشتروا دول وتسيبوا بلتون اللي هي داخلها بواحد في المية اللي هي بلتون بتاعة البرايفت اكوتي المهم هل لو انت اشتريت او استحويست ده هيديك نطاق جغرافي اوسع هيديك انشطة متنوعة اكثر مش هيديك اي شيء للشركة لانه سمسارة احنا عندنا شركتين للسمسارة مش واحدة ادارة محافظ شايفين انهم هم يعني بلتون شركة محترمة جدا وعندها ادارة محافظ شايفين ان هو ده كان الهدف فكرة ان انتوا استحوزوا على بلتون هو ده الهدف من الصفقة اطلاق بالعكس احنا شايفين ان الهدف انا شايفة ان الهدف بتاع المهندس او اسرة سوييرس من هذا الصندوق انه يحصل استثمار مباشر في مصر في هذه المرحلة في شراء اسهم اكبر بنك استثمار موجود في مصر والمنطقة العربية انه ده استثمار جيد وده يدي مؤشر جيد للسوق وهم التزموا انهم يستثمروا في مصر وفعلا زي بيوفوا بلا الطريقة يا دكتورة الطريقة يعني كان ممكن يتم العرض بالتراضي بالتفاوض وليس عرض عدائية انا معك ان انا كنت اتمنى انه اي عرض من ده يتم بالتراضي ومن غير ما ياخد هذا الطابع العداء ومجلس ادارة في كل الاحوال بالرغم من كده رحب باستثمار المهندس نجيب سوييرس كتمنتشر في المية الفكرة التحفز على بلتون لانه منافس يعني ازاي يجي منافس داخل باتنين في المية ويقول اشتروني يعني كان افضل والمنتظر انه يجي يتكلم مع زملائه من الرؤساء التنفيذية عايزي الشركة على رأسها ياسر ملواني رئيس تنفيذي وكريم عود رئيس تنفيذي مشارك وفيه فريق كلهم عارفين بعد كان ممكن يتكلموا مع بعض ويشوفوا هل دي ممكن لانه مش متصور انه يبقى فيه شركة منافسة تبقى مثلا اولا مش هاي مش ممكن يبقى عودوا مجلس ادارة فيه تعارض مصالح ومش ممكن تكبر عشان كده تشتروه فميبقاش في تعارض هو مش ممكن تكبر المجموعة المالية هرمز انها تشتري وتدفع مئات ملايين من الجناهات زي ما هم التقييم بتاحهم اللي هم يعني معروف من ارقامهم على من غير ما يبقى العائد مجزي للمساهمين والدراسة اللي تقدمت من لمجلس الادارة بتوري ان العائد مش مجزي خاصة في مجال السناديق لانها فوق 85% من سناديقهم سناديق نقدية فما بقاش العائد مجزي هي دي الفكرة فهي المسألة يعني انه هي مصاقق لنتم بس القيمة مضافة بالنسبة للمساهمين في المجموعة المالية وهو ده السبب مفيش اي سبب اخر طيب انتم عينتم اتش سي مستشار مالي مستقل خرج بتقييم للسهم حوالي 23 جنيه 22.9 بالامس التحالف تحالف سويراس بلتون يقول انه هناك تقييم لسهم هيرمس ب17 جنيه ومسألة التقييمات متفاوتة جدا ومتباعدة يعني تبدأ من 14 وتنتهي عند 23 ربما هو اعلى تقييم حضرتك اللي قلت اللي 14 14 دي تقييم بيت البحوث بتاع بلتون مثلا وفي 17 وفي 21 وفي اكتر من كده يعني بيوت الابحاث حسب هي تقديراتها متحفزة ولا تقديراتها ايه حسب هي توقعاتها المستقبل ايه ايضا حسب البيانات والمعلومات المتوفرة ليه انا بقول دايما انه المستشار ما يمستقل يبقى عنده بيانات غير متوفرة لبيوت الابحاث الاخرى فيبقى عنده تقريره له مصدقية اكبر لانه باقي كل بيوت الابحاث حسب هي سياستها ايه وحسب طريقة التقييم اللي بتاخدها وحسب البيانات المتوفرة اليها ففي الحالات دي دائما بيبقى اقرب التقديرات الى الواقعية والمصدقية وتقرير المستشار المالي المستقل